عزيز المشاهد أهلاً ومرحباً بيك في حلقة جديدة المسيح هو الحل الكتاب المقدس بيقول بيقول إيه؟ أنا أنا هو معزيكم العالم كله بيمر باضطرابات كتيرة ومفيش حد إلا وعنده مشكلة بتختلف المشاكل من شخص لشخص من حيث الحجم من حيث النوع مثلاً وفاة شخص عزيز عليك أو مرض خطير أو 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 ممكن الناس تروح تحاول تجبر بخاطرك الشخص اللي عنده مشكلة بمجرد ما الشخص ده يمشي اللي هو رايح يجبر بخاطره كلام التعزية بيروح أثره بخار أو كلام التعزية ممكن يكون ليه أثر سلبي بيوجع بيجيب جروح فوق الجروح لكن الإنجيل وصف هؤلاء الناس اللي هما راحين يعزوا دولا بالمعزون المتعبون لكن عزيز المشاهد اوعى تدور على حد يعزيك أو ينسيك مشكلتك أو تشغل حياتك بحاجات علشان تتلهي فيها أو بمعنى أصح تهرب من حالتك ليها عزيز المشاهد عزيزة المشاهد عمركم سمعتوا عن مقولة جبر الخواطر على الله؟ العبارة دي موجودة تقريبا في الكتاب المقدس في سفر أشعية بتقول لي أنا أنا هو معزيكم الله إله كل تعزية هو كده اسمه كده الله إله كل تعزية ده مكتوب في رسالة بوليس الرسول إلى أهل كرونسوس أيوة الله وعد أنه يعزيك وكرر كلمة أنا أنا معزيكم ليه؟ أنا أنا كررها مرتين علشان يؤكد لك أن التعزيات هي من عنده بس أيوة هو الوحيد المعزي الروح القدس اسمه الروح المعزي أحبائي ما تقولوش إزاي الله هيعزينا الله الصانع الأذن معقول مش هيسمع قنينك هو يسمع ويدايق لأوجاعك دموعك ودموعك غلي عليه بس يسلم له حياتك كلمه أو كلميه هو سامع هو قادر يعطيكي سلام في كل أوجاعك هو مستعد يحل المشكلة من جدورها شوفوا بقى يسمعوا الكلمتين الحلوين دولة المسيح بفمه الطاهر قال إيه؟ قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وتقيل الأحمال وأنا أرحكم خدوا بالكم أنا عايزة أقولها تاني الآية دي لأن الآية دي مهمة جدا محدش يقدر يقولها تاني غير شخص المسيح المسيح قال تعالوا إلي ما قالتش روحوا لحد تاني تعالوا تعالوا للمسيح يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أرحكم والمسيح على قد قوله المسيح على قد قوله أنت وأنت غير متركين أبدا الله يحبكم المسيح هو الحل